ايه اسمعتك انا بدخل معاهم ثيرد اذا بجرب حظي معاهم كيف هيكون طيحت واحد طيحتو بلاد هاوند اللي طيحتو كيف لا لا الاربع سكوادات كلها موجودة هنا ايه من جد احيان ثري سكوادات انا جوت البيت ايو جوه انا شفت جيبي بس ومدرش في احيان هنا بياملو البيت الله طح اه شاء والله خلص صحيح خلص السلام عليكم معكم مهند من قناة كليكر تيفي اهلا بكم في القناة اختيارك للشخصية او الليجند المناسب لطريقة لعبك من اهم الامور في لعبة ابيكس ليجند ان شاء الله في نهاية الفيديو راح تعرف تتصرف التصرف المناسب في الوقت المناسب ما تكون زي المبتدئ اللي ما يعرف يختار الشخصية اللي تتناسب مع طريقة لعبه او يستخدم السكيل في اوقات غلط والوقت المفروض يستخدم السكيل ما يستخدمه صحيح اللعبة تعتمد بشكل كبير على الام لكن سكيلات الشخصيات تأتي خطوة كبيرة للفوز باللعبة في هذا الفيديو راح اشرح كل شي تحتاج تعرفه بالتفصيل عن شخصية من شخصيات اللعبة من سكيلات الشخصية من نقاط قوة الشخصية او اخطاء شائعة اشوفها كثير وغيره لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو اذا ممكن اللايك ما بيضرك بشي لكن انا يعتبر عندي دعم كبير لتطوير القناة وشارك الفيديو اللي ما عارفك عشان غيرك استفيد بسم الله تدينا قبل ما اتكلم على الثلاثة الاسكلات الاساسية لهذه الشخصية حابب انوه انه في بيرك لهذه الشخصية اسمه لو بروفايل ووصفه معناته انه اي نوع دمج اي نوع من انواع الدمج الموجودة في اللعبة تصيب هذه الشخصية راح تكون زايدة 5% لكن في المقابل اصابة هذه الشخصية فيها صعوبة راح تواجه صعوبة عشان تصيب هذه الشخصية اكثر من اي شخصية ثانية الصعوبة هذه موجودة بسبب سرعة وخفة هذا الليجند فعشان هذا البرك الموجود في الشخصية فيفضل اذا حصلت بديشيل لفل 2 وبديشيل ثاني لفل 3 ويفضل هذه الشخصية تاخد لفل 3 لانه 5% ترى موشي قليل يستفان به يعني مثلا اذا حصلت بديشيلد بنفسجي وبديشيلد ازرق البنفسجي اعلى من الازرق لان لفل 3 فاعطي البنفسجي للشخصية هذه اللي فيها اللي فيها low profile وصلنا لسكلات لكل شخصية لها ثلاثة سكلات passive tactical و ultimate سكل ال passive حقه واتسون اسمه spark of genius ووصفه ultimate accelerants فل تشارج واتسون's ultimate واتسون كان كاري مو ultimate accelerants معناته انه ultimate accelerants لما واتسون تستخدمه راح يعب ال ultimate حقها فل وكمان واتسون تقدر تشيل اكثر من واحد ultimate accelerants عندها في الشمطة تقدر تشيل اثنين في كل مربع في هذا المقطع واتسون استخدمت ultimate accelerants كان ال cooldown حق حق ال ultimate حقها لسه في بدايته واستخدمت ultimate accelerants عبه فل سكلات tactical حق واتسون اسمه perimeter security ووصفه create electrified fences by connecting nodes fences damage and slow enemies معناته انه واتسون تقدر تعمل fences اللي هو الشبكة الكهربائي هذا الفنسس هذا يدمج الاعداء وكمان لما يدمجهم يخليهم بطيئين شوية عندك هنا هذا هو الفنسس اللي اتكلم عنه لاعب واتسون لازم يكون متعود انه محل ما يمشي يركب الفنسس هذه في الاماكن الضيقة منها يعرف انه فيه جاء اعداد المنطقة ولا لا وكمان دايما الاعداء يحاولوا يبعدوا من الفنسس فهذا يعطي ايجابية لواتسون في هذه المنطقة اللي فيها الفنسس صحيح تركيب الفنسس ياخذ وقت لكن اللي دايما يلعب بواتسون يكون متعود عليه فالموضوع يكون سريع معاه وكمان يشوف انه جدا مهم انه تركيب الفنسس في اماكن كثيرة محل ما يروح يعني اغلب الناس لما نستخدموا واتسون يحطوا اثنين نودس قدام كل باب هذا الشي سليم لكن بعض الاحيان تحتاج اكبر كمية من النودس لانه يكون فيه فنسس كتير في منطقة معينة زي في عندك في هذا المثال انا استخدمت في واحد في واحد نودس استخدم فيه اثنين فنسس اما اذا كنت استخدم احط اثنين نودس قدام كل باب فانا راح راح احتاج اربعة نودس لكن بما اني انا استخدمت نودس لاثنين فنسس فانا استخدمت ثلاثة نودس هنا حط في بالك انه عدو واتسون اللذود هو كريبتو لا مو درون الالتيمت حق كريبتو تسألني ليش؟ لأنه يكسر الفخاخ ما يبقى شيء على فكرة العداء لما يشوفوا الفينسيس حق واتسون ما يتجروا انه يدخلوا جوا مو عشان الدمج وصح يعمل دمج بس هو يعمل تشويش الدماغ يعني لما تدخل الفينس وتتكهرب ما تقدر تستوعب العالم اللي انت فيه إلا بعد فترة اللي ميز الفينسيس حق واتسون انه اذا فيه احد دخل جوة الفينسيس وتتكهرب يعني واتسون راح تعرف انه فيه احد عدة من هذا الفينس يجي زي الدرع اذا كان لون الدرع اللي هو لابسه يجي المهم الدرع في وسط الشاشة في هذا المقطع واتسون عمل الفينسيس حقه هنا في هذه المنطقة شويتين كده بعد ما مشينا خطوتين لقدام طلع عندي علامة انه فيه احد دخل على الفينس في وسط الشاشة نبهت التيميتس انه فيه احد مر هناك في جهة الفينسيس شويتين زيادة جات علامة مرة ثانية يعني انه فيه احد دخل جوة الفينسيس مرة ثانية طبعا هما ما قدروا يكسروا الفينسيس لانه الزون كان بيتحرك فهم مستعجلين فما في وقت يكسروا الفينسيس التيميتس عندي ما شاء الله ما قصروا ودهموهم اول ما خرجوا من الزون وخلصوا عليهم لانه عارفين مكانهم اسكال الالتيميت حق واتسون اسمه انترسيبشن بايلون ووصفه ماك 3 معناته انه الالتيميت هذا حق واتسون يحط جهاز اسمه بايلون الجهاز هذا يمنع اي نوع من انواع القنابل انها توصل لهذه المنطقة اللي يحميها البايلون الى البايلون طبعا أكثر شيء ممكن واتسون تحط ثلاثة من الألتميت حقها اللي هو البايلون هذا عندك في هذا المقطع واتسون موجودة تحت وبنجلور فوق طبعا عشان يوضح الألتميت حق واتسون البايلون واتسون سوت الألتميت هنا حطت الألتميت جنبها في المنطقة طبعا القنابل ما تنفع في هذه المنطقة اللي فيها البايلون لأن البايلون راح يكسر كل القنابل طيب البايلون مو بس يكسر القنابل يكسر كل حتى الاسموك حق بنجلور بيصار أي شيء جاي من خارج غير رصاص يعني ممكن ترمي البايلون راح يكسر في هذه المنطقة شوف هذا الاسموك كان رمى في منطقة بعيدة بس برضو البايلون كسروا ما خلا ينزل في هذه المنطقة طيب ايش كمان كمان الالتميت حق بنجلور لو تلاحظ بنجلور عمل الالتميت في الدائرة الكبيرة هذه في دائرة كبيرة فيها الالتميت حق بنجلور ما نزل فيها الالتميت حق بنجلور أما بعيد عنها نزل الالتميت حق بنجلور لكن في مشكلة للبايلون دمجه مرة ضعيف ثلاثة طلقات من اللونغبو وتكسر في ناس يستخدموا البايلون كشيلد أنا ما أيد انه يستخدم كشيلد ممكن يستخدم كشيلد لكن النهاية ما أيد انه يستخدم كشيلد لأنه صغير البايلون يعتبر صغير وينكسر سريع كمان طيب ما احنا قلنا انه يشيل الالتميت حق بنجلور لما تستخدم الفنسز حاول تتفنن يعني إذا في عندك منطقة صغيرة حاول تتفنن في أماكن النوس واتجاه الفنسز في هذه المنطقة لكن لا تحاول تسوي زي في هذا المثال يعني في أخطاء كثيرة في هذه يعني ما أعرف إيش فايدة بعض الفنسز إيش فايدتها ما أعرف إيش فايدتها غير كذا البايلون موجود هنا صح البايلون يكون موجود في المنطقة اللي أنت تكون فيها لكن ما تكون في منطقة مكشوفة هنا مكشوفة من الشباكر واحد على طول يجيبك وكمان في نهاية اللعبة حاول لما تكون انت بواتسون تروح لمنطقة مغلقة تشوف بيت محل المزون راح يقفل شوف لك بيت من البيوت وحاول تقفله مضبوط بالفنسز أنا هنا مع التيميت كان معايا كوستيك ورامبارد ما شاء الله تبارك الله يعني كلنا دفاعيين كلنا في خاخ المنطقة تعبت كلها فنسز وغاز والوال حق جرامبارد فالمنطقة كانت مقفلة واللعبة كانت تضحي كثير في نهاية الفيديو حيب أشكرك على المشاهدة وإن شاء الله المحتوى يكون ناسبك الآن لا تنسى اللايك والتعليق على الفيديو والاشتراك بالقناة ودمتم سالمين شكرا